دي كانت فرقة جيميرا وفرقة جيميرا اللي هي ضيفي دفع السيد هو رئيس هذه الفرقة الغنائية الاستعراضية لانه هي بتعمل الاستعراض برضو تعريف تاني بسيط بضيفي وهو الشغيق الاوسط ما بين الماحي سليمان والحمز سليمان الموسيقيين المعروفين بالنسبة لكم طبعا والسؤال المباشر يعني في الانقباط القشرة القود بالموسيقى بشكل عام والتلحين والغناء نعم بالموسيقى ديها من والدتنا اللي يرحمها حجامنا كان عندها يقاع حلو وكانت طوال يعني قدروا ما نعمل حالي هي تلقاها زبطة في اليقاع يعني ونحن ورسناه اليقاع ده من حجامنا الوالدة الوالدة وابوي كان بني حب المديح يعني زمان حب المديح شديد وكني منسمعه بمزاحه كان بطريقة جديدة بطريقة معسترمة جدا فنسمعنا الحاجات كويسة عشان كده تربت فينا هذه الافكار الموسيقية تربت فينا اليقاعات الداخلية بالذات في دكتورال معي نعم يعني هو نعم كان الاول وكان يعزي بعود ونحن قدنا عائل كده فالضبط يعني العلمنا منه حياتك الماحي طبعا هو الاكبر الاكبر الاخبار وهو بعدو انتا بعدو بعدو حمزة ربنا يخليكم يا رب يعني بيت مليان فرح مليان جمال يعني والحمد لله واسعتونا كجمهور وكمستمعين كل يوم تزعزو هنا زيادة فدي اسرة منفترض يتم الانتباه لها انت بذيت كمغني نعم بعددك تفرقت لموضوع التلحين ايوه تفرقت تماما لموضوع التلحين ليه السبب شو والله يا اخي مش في حاجة يعني كده نعم لكن انا يعني ما اعرف اقوم احتمال الامر يكون عنده مراحل كده معينة الزول ممكن اغني فيها وتاني ممكن يكون في حاجة كده يعني ما ما خطي حتى الان انا ممكن انا قاعد اغني كويس جدا يعني في الفرقة الفيناية في البروفات بغني الناس بقوليني صوتك جميل يا اخ مفرط تغني كده عشان كده انا سألت السؤال انا اصبحت اي صوتك في الاسنان الغنية اللي كان مسلومة في المناسبة لا لا سألو اغنيت لك في ليش كده ممكن يكون حاجة ذانية ممكن حمزة يقود كنب يقود كنب مع انه همزة صوت رائم صوت جميل صوت بيرتون صوت دافي طحيح طحيح يعني همزة صوت ويمتلك صوت ماشاء الله منو دفعتت مية الفن عني لما كنت بتغني؟ دفعتي سيف الجامعة يعني كانت في براءة في الغنى وكانت ويه زول ما في ما في جواه حاجة عشان كده الزمن الفات كان جميل جدا نعم الناس نفوسها طيبة خالص نعم الناس نفوسها حلوة انت لحنت لناس غير فرغة قيميرا؟ كتير لشباب؟ كتير كي منو مثلا؟ كنت لحنت لهان عبدين كم عمل نعم ولحنت لثومة مدني اسرار اسرار بابكر الآن قديت أربع عمل جديدة نعم ومكارم كلمة عمر لدكتور شادول نعم وكتيرين قدرديري ماشاء الله والله محمود عبدالعزيز كان اشتغلته في المسرحية بتاع التأقيف في الخرطان نعم لكن طبعا أغلب الألحان هي ماشي في رغة قيميرا؟ كل الألحان بتاع قيميرا نعم لعنى أنا ما اتجهت كثير إلا بعد ما كان في عندنا مشاكل كده في شوية قيميرا لكن رسا إن شاء الله راجع بطول مع الجميلة أنا كنت عزيزة لك يعني سر الاختفاش عدم الانتشار داغونه جميل واللحان جميل باقي العظيم يا انتشار انت عارف بلد بركة نعم يعني بيقت كان دير تعمل لك بروبة ذاته ها نعم بيقت ميزانية صحيح بيقت تكلفة وحاجات كده وبعدين الشوق ذاته ما ماسل الناس بلنام كلها بيشتغل من الوضع إنه ما في شغل كثير وما في حاجات حتى الناس الاستوديات بيقت بمبالغ قدرها صحيح والغنيات الشعار ذات بلقوا ما شاء الله طبعا ما في الظول بدي بالضبط يا الله صحيح لان الحمد لله لكن بادي كله ما عامل المسارقة يعني دكتور شادل الظول فنان ما قاعد يسأل من حاجة نعم بل هو دار أنا وانا داما شخصيا أنا بدي عمل مع الشباب أكثر من أي حاجة كثير نعم أي الظول فنان صوت جميل أنا قاعد أدعمل معه يا سلام ياك يعني والله نتمنى إنه الفرقة يعني تعود تاني وتنتشر أكثر بالبضع اللي انت شايف الله بإذن الله يعني وضع الغنم للأحايم ده انت شايفه براك وتراجم رأي العظيم يعني وضع القناة في السودان بيقى داير داير فلترة مصفا داير شغل نعم يعني أتمنى ناس المهنة المسيقية ذاتهم يكون يقدم في نعم في حاجات ما اللي بيعمل فيها يعني بنسمح في كلام عجيب اللي في شعر نحن غريب يعني غريب وألحان غريبة نعم وأصوات ذاتها غريبة يعني نحن ما بيقول لزولين انت كعب لكن غني كويس نعم غني كلمة مضمون فيها موضوع غني لحن حلو أو طوير روحك طوير روحك أقرى موسيقى كده يعني شايف تقوم بتغني صاح أقرى صوت أقرى حاجات مثلا لكن اللي لو كل يوم تسمح حاجات كده نعم يعني أن نحن بدلا نمشي نطو يعني دمان نحمد المين لما نغنى نسافر مش كده قولنا ما ممكن تسافر قولنا ما ممكن تسافر أشعب السودان يكون لحفظها نعم صحيح أرغي منها طويلة جاب وحد يزعب منها بالمتألم شوية يعني تطور الأغنية بيقت الناس تسمع يتسمع أغنية سمحة بكرة تسمع أهبط منا والأهبط من الأهبط نحن كده مش شيء مفي تداور وده ما الطبيعي يعني في تاريخنا الطويل الثوئي واللهي أنا أتمنى أن الناس الثقافة يكونوا مهتمين بالأغنية والشباق من المراكز تعبانة مافيا مافيا يعني دراسة موسيقى مافيا تكاتف مافيا كلها بيقول ناس شغالين برا ناس مركز بي مركز تقون كلهم قاعدين برا صحيح مرات بيكون المركز فاضي ذات؟ فاضي يوه فاضي لا في شاي لا في جبن لا في ذول بيعمل بروفة لا في ذول ما سيكون لعوض زمان الاتفاق ذاته للعدات بيكون من المركز لاسي بالتلفون؟ في ذول اه قاعد بدفتر بالضبط داير فلان ايوه كده نعم بسي مافي الحاجة دي موش؟ ايو بسي مافي بسه مافي بالتلفون بسه؟ كل ذول بالتلفون كده نعم والله دي مشكلة كبيرة مشكلة صحيح؟ مشكلة للعاسفين داد ومنادي عاسفين دين ما قادرين صحيح كل الكل داري بقى فنان داري غني يا كميات غريبة وطبعا لانه دي تخلي عنده حاجة عنده علاقة بحاجتين الشغرة والجروش ايوه الشغرة والمرحين كده اي زول دا يغني يعني ما بس والله دي مشكلة وفي ناس ضربت معاهم مشت في ناس ضربت معاهم صحيح صحيح؟ هو صبعا لسه الناس بيكت تحبس حاجها مم اغنية خفيفة نعم اغنية راكسة نعم لعنى اجمل من اغنية كبيرة تكون اغنية بتاع السمع صحيح فدي مشكلة ممم ما بقولك لكن في نياب بقولك ده طلب السوب بقولك الناس ضارين كده والله انا ما انا أنا بساعده الكلام ده ما قعد خسر فيه فيه راسي نعم انا ممكن اخسب انا اثنى باادائي نعم واللي احنا بتعيبه الكلمات اسمحه اخصيبه علاسه انه يسمعه بالضبط هنعود دي محور مهم والله منولي بيأسرك التاني الجمهور ولا الفناني والمبناء لكن هنسمع لي التاني عمل من الحانة جدا ترغت جميلة وردو نعود في تواصل كأن قريب في القاملة لا لاно sleepy configur electrolyte connect اينا على صدرك تاريب فيه مخف فيه اينا على صدرك تاريب فيه مخف فيه ن Eins كالطابق الحقر آه طيب على المقب يا المبتخة بتجوه نقمل عليك هجيال كل القدع مخدوم جمع يا شجيال ترجع من الهجعان ترجع من الهجعان ترجع من الهجعان الخلوة ومدرمال جدا وحليلوك للا 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 قولت من الناس شرع الحلّة قولت من الناس شرع الحلّة قولت من الناس حص Lean قولت من الناس وتصوير متصوير تمامت بالمساج دي في لغة جميرة المرة التانية دي كلمات شاعر الكبير والمسرحي قاسم الوزيد طبعا وعطح اللغة والمفردة وواري الحسبي انه قاسم الوزيد يا اخي الفنان يعني هذا الصباح نقدم له كل التحاية القلبية والفرح ان شاء الله كون دايما جميل وكون بيصحة وعافية راجل ضريف وراجل حلو الفنان قاسم رقم بمعنى ما هتعمل الكلب رقم مسرحي ورقم شاعري يصل تياوز يعني رقم لا يتجاوز طبعا طبعا قبل انه وقفنا في انه في المحور انا حاسب انه محور وفين والله اللي بأسر في التاني منه الفنان ولا الجمهور بنسمع كثير والله السوق ظاهر كده الناس ظاهرين كده ما يقول لي الفنان الفنان هو بوصل الحاجة دي للجمهور هو البعدل السلوك ما الجمهور الجمهور يقول لك انا لكن انا بخسبه بيت طريقة بتاعت الاداء بتاعتي وباللحنة والكلمة الجميلة الفها مضمون يعني بقي ناس في ثقافات عالية جدا مع الميدي دي والله في ثقافات عالية الناس بيقى تتفهم كلمات بيقى التعرف حاجات زي دي هو بشكل عام الفنون ده دورة تخيل لي مش اللي هو تصحيح السلوك ايوه نحنا لازم نغير السلوكيات في الشارك بالفن بالفن الآن اتمنى والله برضو بتكلم مع وزارة الثقافة انه يهتموا بالفنون الفنون دي كل الثقافات في الدنيا دي كلها في الفنون صحيح يعني يهتموا بالمراكز يهتموا بالشباب الحلمين ساهم يعني عملهم والله يقول للأسف الشديد يعني آخر حاجة بيتم الاهتمام بها في الدولة دي هو الشنون بالأسف الشديد والله موامر ما في أي اهتمام المسرح المسرح منتهي والله المسرح منتهي المسرح لقومي ده كان كان المدقوب فيه مسرحية ما بتلقى طريقة تمشي من الشارك ما بقيف كان ما بقيف مواسم طوال شغال صحيح مرات بيكون شهرين ثلاثة المسرح المسرح ما قفل بيكون شهرين ثلاثة بمناسبة يعني شغل كده ما ولا حاجة موثفة حقيقة كده البلد انتهت صحيح نحن بنرفع مستوى التعليم مستوى الصقافات مستوى الصقافات العلمية والمدارس الجامعات كله صقافات متدنية جدا من عدم الفنون لكن لو في فنون شغال بيصوله ممتعد الفرق والممتديات الزمان المهرجانات المهرجانات اللي كان عملوها في السنين الباتة في مهرجانات لحد ميلاد الاغنيات وعمل شغل كبير والله عمل تفراد جميلة يعني اخر حاجة انا بتذكر السمول الخلافول العمل مهرجان حقيبة كان لو شن ورنة في تقريبا المركز الوحيد ده شغال بشكل راتب ده فلاح للغناء الشعبي ده لو شكل راتب كله سبيت عندهم والله عندهم منتديات كويسة خالص خالص نحن حاني راجعين عشان نشوف الشعرة اللي عاملوا مع فرغة الجميرة لكن هنمشي فاصل جدا 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 موسيقى 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 اينما كنتم لكم التهية في كل مكان الناس اللي التحقبين الان لمواصلة صباح الشروب وما زال ضيفي معي يشرفنا الليلة منهورما دفع السيد سليمان العود مرحب بيك حبيب ومواصلة لمنقطع من حديث واخر حاجة وقفنا في الشعرة اللي تعاملوا مع الفرقة فرقة جميلة نعم عملنا اول حاجة مع الدكتورنا اللي يرحمه محموص خليج واتمنى انه أسرنا تكون بخير وعافية وكان الراجل ديميليا الراجل اللي يرحمه كانوا واقف معاني بصور جميلة بداياتنا كاتبه في بيت محموص خليج وكان في مندله جنب التليفزيون هنا والستاس هو في جامعة بخلطوم لغة عربية هو الأس الثلاثة في الغة القمير بعد تضوال ادعملنا مع قاسم الزيت في الغنية الفاتت طبعا ايدك على صدرك ادعملنا معه في عملين حاجة سمة الزمن المفضط نعم ويدك على صدرك والتاني ادعملنا مع شادول شادول ايه ودعملنا تاني مع بيت سمة مواهب كم عمل كده نعم يعني كمية من الشعرة نعم ولكن الحان كلها كانت حقتنا يعني برانا يعني نعم واللي هي في 90% تقريبا كلها الحانك انت ايوة كلها الحانك تقريبا مية في المية نقول مية في المية لكن في عزة بتاع الأورغان ده نعم شوية كان بيضيف لنا حاجات جديدة بيسم السمكرة بصم بيضيف حاجات جديدة وعزة تتمنى انه يكون بي خير وعافية واسرة جميلة نعم وقول له صباحات الله بي خيرة نمشوفك يا أستاذ ايه والتاني ادعملنا مع شعرة الحديثين ادعملنا معا ادعملت مع عبد الحالة السيد نعم كم عمل جديد نعم والتاني من من الشعر يا رب كمية من الفيغة كلها تتكون من من أربعة وسبعة انطار تقريبا ايه أربعة أصوات أربعة أولاد وثلاثة بنات مرات بيكون بيتين نعم بيت الثالثة بتكون عندها عزة كده في غياب كتير نعم لكن الحمد لله الناس كلها موفقة يعني موجودين في السودان كلهم موجودين في السودان موجودين قاعدين وأسا لو جو أسا بيعمل لك شغل بيغنعوك تماما عندكم أعمال خاصة كتيرة كتير كتير جدا عندنا بشغول كل حقنا مم يعني ما غنينا مسموع إلا الحقيبة مم نعم في مهرجان الحقيبة غنينا الحقيبة فقط طيب كويس خلينا أنا برضو وصلت كملحم ونتكلم غايته أنا ما أعرف حدخلك بحيثة ضيقة لكن لازم تكون تكون ناقب محترف يعني مم وأنا درس لك من تجربة حمز سليمان في التلحين مع عيد الجلال بالتحديد وحمزة راجل طبعا راجل كنان راجل راجل برضو ملحم ما ساهل تقول شرف تجربتو والله همزة همزة ده خط هم خط كبير نعم وخط يعني أنا بحتطوره جديد في أسلوب الألحانة الجديدة وهمزة يمتلك يعني صوت جميل نعم صوت قوي نعم وبعدين لدي أفكار كويسة جدا في اختيار الكلام طبعا بيختار كلام صحيح بيختار كلام ما من أي زول بيختار كلام كده براوه نعم وحمزة يعني هو مؤسسي في الغدجلات الغنائية أيوة مؤسس عقد الجلال وكان صوت بميل في عقد الجلال صحيح فا ولسه فرقتو موجودة بمناسبة حمزة أنا بحتطوره ملحم بريولة نعم يعني من الناحية الموسيقية العلمية الأكاديمية صحيح ذول أول وعندو نسبة مقدرة من الألحان مع عقد الجلال يعني كلمية عندو كلمية احنا والله يعني نرسل له تحيانا من هنا والله في كندا طبعا أيوة في كندا فقدنا واحد من الفنانين برضو صوبا هيرة والله نتمنى له التوفير إن شاء الله يا رب يكون مشاهدنا إن شاء الله إن شاء الله نتصل وتحيانا طيب نحنا ثاني حنا مش نسمع عمل نسمع لجميرة هلاوي عبدالله هلاوي طمع عبدالله فلاوي جبل ما ذكرناه لأنه طمع بالضبط عبدالله فلاوي نتمنى له صباح أطلب الخير يا أخ يا سلام عبدالله فلاوي شكرا لكم يا صباح أطلب ديتعاد وصري أحنا بديد نعوش يا صباح أطلب ديتعاد وصري أحنا بديد نعوش والمطنة من الله بديد يا غيبة من الله بديد لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال المترجم للقناة 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 المترجم للقناة